قام عددنا من أهالي مدينة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية بزيارة ترفهية ومعرفية للمشروعات التي تتم في مدينة العالمين الجديدة يأتي ذلك في إطار مشروع يلا نبدع تنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي بضرورة إطلاع الشباب وخاصة من المدن المطورة بالمشروعات القومية المختلفة العالمين الجديدة مدينة لكل المصريين من مدينة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية جاء هؤلاء الأهالي في زيارة ترفهية ومعرفية بالمشروعات التي يتم تنفيذها هنا في العالمين وذلك في إطار مشروع يلا نبدع الذي يأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بضرورة إطلاع الشباب وخاصة من المدن المطورة على المشروعات القومية المختلفة وتأتي الزيارة بعد ردود الفعل الواسعة لمهرجان العالمين الذي وضع المدينة على خارطة المدن السياحية الكبرى إحنا في زيارة مع أولاد مدينة بشائر الخير ضمن برنامج الزيارات لرعاية المتميزين وده ليفل جديد إحنا استحدثنا السنة دي المشروع بقاله ثلاث سنين وكنا مهتمين إنه هم يشوفوا واقع الحياة ببر أسوار مدينة بشائر الخير والمشاريع القومية اللي بتبنيها الدولة وطبع مدينة العالمين الجميلة اللي فيها مهرجان دلوقتي بيصاحبها واحدة من أكبر مشروعات الدولة من مدن الجيل الرابع فحبتهم يشوفوا التجربة ويخدوا التجربة حياتية ويتفرجوا على اللي إحنا بنشرحه لهم داخل المشروع أو داخل ورش المشروع حبتهم يشوفوا بعنيه وطلعوا الأبراج وأخذنا طور في المدينة وزورنا المدينة التراثية ومتحف العالمين العسكري برضو فيه مشروع إحنا عاملينه في المدينة اسمه يلا نبدع التنمية عن طريق الفن من خلال المشروع بنحاول إن إحنا نعرف الأولاد على المشاريع القومية اللي البلد بتعملها بدل ما بيسمعوا لازم كنا نوريهم على أرض الواقع البلد بتعمل إيه لهم وده جت الفكرة من كده لما سيد الرئيس قال إن إحنا لازم نوري الأولاد بتوعنا ونوري الشباب والناشئ بتاعنا لازم نوري البلد بتعمل إيه لهم الزيارة شملت عدة أماكن بمدينة العالمين الجديدة واختتمت بجولة على الممشى السياحي للتعريف بكل ما يحيط به من مشروعات كالأبراج والفنادق السكانية والمنطقة الترفيهية التي رسمت بمعالمها المميزة وبطرازها المعمري الفريد الفرحة على وجوه الأطفال معبرين عن سعادتهم بالإنجازات التي طمت في مدينة العالمين الجديدة شفت فنجلسة العالمين أكبر بورغ في أفريقيا كلها مستوى حلقة أفريقيا كلها وشفت فيه لأخوة أصنقى 44 بورغ أصنقى 44 دور وكانوا 800 شقة وشفت المعرض العسكري العالمين وكانت بيحكي عن الحرب العالمية الثانية اللي حصلت بين 12 دولة وروحت الممشي السياحي وكانت حلو جدا زرنا مدينة العالمين الجديدة المدينة دي تلعنا فيها بورغ كان 44 دور تلعنا لغاية الدور السبعة وعشرين وكان فيه في السين في الدور الثامنة واشر في الدور السبعة وثلاثين رحنا للمتحف العسكري شفنا فيه الأسلحة الألمانية شفت بورغ البورغ كان فيه 47 دور وكان في الدور الثامنة واشر كان فيه بسين وبعدها رحنا للمتحف العسكري المتحف العسكري كان فيه بدل العساكر بتوع الطيران وبتوع البحرية شفت المتحف العالمين والأبراج والبحر وبساطنا قوي ومنظر البحر كان جميل بشاير الخير بالإسكندرية أحد المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي وتأتي هذه الزيارة لمدينة العالمين الجديدة لتؤكد اهتمام الدولة بأهالي المدن المطورة لتطوير الإنسان معرفيا وثقافيا محمود جميل التلفزيون المصري